معنا من لرنكا موفدنا أشرف سعد إذن أشرف يعني ما الذي تؤشر إليه الساعات الأخيرة قبل انطلاق هذه القمة قمة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ما الموقف القبرصي دعوة وزير الدفاع مروج تبدو واضحة أنها مواجهة لوزراء الخارجية الذين سيجتمعوا صباح الغد في بروكسل للنظر في شكل العقوبات ومداها وإطارها الزمنية أيضا هذه العقوبات ربما تكون حدا فاصلا بين مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير العابئة بالقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وغير العابئة أيضا بسيادة الدول على مياهيها الإقليمية قبرص تعتبر أن أنشطة التنقيب التركية لم تتوقف بسحب أروش رئيس من شرقي المتوسط بل إنها مستمرة لأن هناك سفينتين أخرين تعملان في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص وبالتالي تنتهك السيادة القبرصية هذه الرسالة من وزير الدفاع القبرصي تطلب من الاتحاد الأوروبي أن يظهر بشكل جلي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موقف الاتحاد موحد حيال الأزمة وحيال الانتهاكات التركية وليس هناك انقسام يمكن أن ينفذ من خلاله الرئيس التركي وينجح في شق صف الاتحاد خلال المرحلة المقبلة وزراء الخارجية مطالبون غدا بتوقيع بوضع إطار لعقوبات ترغم الرئيس التركي على الانصياع لمطالب المجتمع الدولي بالانخراط في محادثات حقيقية تؤدي إلى نتائج حقيقية وليس محادثات من أجل المحادثات كما يرغب هو شكرا جزيلا لك موفد سكاينيوز عربية من لرنك شرف سعد